ندخل في حلقة اليوم مباشرة اللي راح ناقش فيها كلمات ومصطلحات شائعة للتعبير عن التشاوه بين الأشياء أو الأشخاص وهذا الفيديو مناسب للناس اللي مستويتها متقدمة أو مبتدئة ونبدأ بالكلمة الأولى الأسهل والألب ورح تشرح كالعادة بطريقة like never before والكلمة الأولى هي like ومن معانيها الأساسية بمعنى يحب فمثلا ممكن أقول المطبخ اليمني أو الأكل اليمني وممكن تشيل كوزين تقول هذا هو المعنى الأساسي للايك اللي كلنا نعرفه لكن معنى آخر لهذه الكلمة وهو مهم أثناء المحادثة أو أثناء الكتابة بمعنى مثل أو مثل ما نقول إحنا بالعامية زي ورح تتضح من خلال الأمثلة فمثلا ممكن أقول سيارتي زي سيارتك بمعنى شبيهة لسيارتك فأقول هنا كيف عرفت أن معنى كلمة like زي أو مثل سيارتك أو مثلا بشوف واحد يتكلم صوته يا أخي زي والدي فأقول له you speak أنت تتحدث زي أو مثل like my father you speak like my father زي والدي أو مثل والدي مثل ما نقول إحنا بالعامية طيب مثال آخر حابب أقول أنا لا أحب الأكل اليمني فأنت حابب تجاوب تقول يا أخي أنا عكسك أنا مش زيك فتقول لي I'm not تنفيها عشان تديلك هذا المعنى I'm not like you ببساطة شديدة لما تديني هذا المعنى like بمعنى زي أو مثل يكون قبلها أفعال a verb to be they is, are, am, was أي أن كان أو من خلال سياق الجملة يعني يكون قبلها فعل مثلا زي speak لكن لما تكون بمعنى يحب هي تكون الفعل الأساسي I don't like the Yemeni cuisine هنا don't like الفعل الأساسي أو she doesn't like the Yemeni cuisine super easy I told you عكس هذه الكلمة فهو unlike unlike ومعناتها على عكس أو على خلاف هذا الشيء أو الشخص أو مثل ما نقول بالعامية نسج زي هذا الشيء أو هذا الشخص فمثلا ممكن أقول أمي كريمة على عكس والدي فأقول my mom أو my mother is generous كريمة unlike على عكس أو مش زي unlike my father على عكس والدي مثال آخر حول أنك تكتبه في خانة التعليقات حابب أقول مثلا أنا يعني مش واثق أنا مش زيك كيف أقولها؟ اكتبها في خانة التعليقات مثال آخر راح يظهر على الشاشة حابب أقول مثلا في السعودية على خلاف أو مش زي بعض الدول الأخرى الطلاب يحترمون المدرسين كيف أقولها؟ إنساريا ويبيا في السعودية إنساريا ويبيا مش زي بعض الدول الأخرى فأقول unlike other countries unlike other countries الطلاب students respect يحترمون teachers respect teachers super easy I told you أما كلمة alike alike فمعنات أنه شيئين أو شخصين متشابهين فيه تشابه بينهم وعادة لا تتبع بأسماء فمثلا ممكن أقول أحمدًا ألي are alike أحمدًا ألي are alike متشابهين يعني زي بعض مثلا لثنين كذابين فأقول لك أحمدًا ألي are alike أو مثلا ممكن أقول لك the two cars السيارتين are alike يعني شبه بعض فمن فاش تقول alike cars يعني تتبع بأسماء لا يعني الأسماء قبل وهي تكون في الأخير alike super easy بينما كلمة similar similar معناتها زي alike ولكن بإمكانك تتبعها بأسماء وأحيانا تستخدمها مع تو ورح تظهر استخدامها على الشاشة فمثلا ممكن أقول your car is similar شبيهة ب is similar to my car is similar to my car وممكن استخدمها بطريقة ثانية يعني تتبع بأسم فأقول لك we have we have نحن نملك two similar cars two similar cars super easy بإمكانك تتبعها بأسم وبإمكانك تقول شبيهة ب فتقول similar to فمثلا ممكن أقول رياد is similar to رياد سيري مدينة الرياد is similar to شبيهة بمثلا جدة سيري بمدينة جدة super easy لكن لو أنت حابب تقول مطابق يعني زي بالضبط مثلا عندك تي شيرت زي هذا بالضبط فتقول identical identical to فمثلا ممكن أقول your car is identical to my car your car is identical to my car بمعنى سيارتك مطابقة لسيارتي نفس المدينة 2010 نفس اللون أو مثلا ممكن أقول your t-shirt is identical to mine to mine هنا يعني زي my t-shirt to mine super easy إذن identical مطابق تماما زي التوأم فمثلا ممكن أقول they are identical they are identical يعني شبه بعض يعني عارف التوأم ما تعرفش تفرق بينهم super easy أما كلمة match أو matching لما نستخدمها سواء كفعلة أو كاسم عادة أنت حابب يعني مثل ما نقول حنا بالعامية تتقم يعني حابب يكون لبس أو حاجة معينة مشابهة أو ماشية مع شيء آخر فمثلا ممكن أقول I wanna wear ويدو أن ألبس matching shoes and t-shirt matching shoes and t-shirt يعني جزمات ماشي لونها مع التي شيرت أو تستخدمها كفعل فتقول مثلا I wanna wear ويدو أن ألبس مثلا a black t-shirt يعني t-shirt أسود to match my shoes to match my shoes يعني لو أتقمه أو خليه تماشى مع الشوز مثل منقوبة العامية to match the shoes أو مثلا ممكن لو شفت حاجة ومش ماشية مع بعض فتقول مثلا your clothes don't match super easy أما akin to وهي شائعة أثناء الكتابة معناتها مشابهة أو مقارب وعادة نستخدمها لوصف صفات يعني موجودة سواء بالشيء أو بالشخص بأنها مشابهة لشخص آخر أو لشيء آخر فمثلا ممكن أقول the weather in Riyadh City the weather in Riyadh City الجو في مدينة Riyadh is akin to the weather in Jeddah City يعني مشابهة أو مقارب للجو في مدينة Jeddah City super easy أو ممكن أقول your accent your accent is akin to the Saudi accent يعني الـ accent تبعك شبيهة أو مقارب لـ a Saudi accent super easy أما هذه الكلمة الحلوة same عادة انتصبق بـ the فتصير the same فمعناته نفس فمثلا ممكن تقول مش نفس يعني soul لا نفس الكرسي نفس الغرفة فمثلا ممكن أقول they are sitting هم جالسون في نفس الكرسي in the same chair in the same chair in the same chair أو مثلا ممكن أقول نفس الأشخاص كذبوا علينا كيف نقولها the same people the same people lied to me كذبوا علي أو علينا lie to us super easy بينما same to you أو the same to you معناتها ولا كابل المثل عارف المثل لو واحد قل لك go to hell اذهب إلى الجحيم فتتقول له ولا كابل المثل the same to you the same to you أو مثلا ممكن واحد يقول لك have a good day فتقول له same to you أو the same to you the same to you أو واحد يقول لك مع السلامة أي كان سوى إيجابي أو سلبي فأنت ترد عليه أو حابب تقوله بالمثل فتقول له the same to you super easy أما لو أنت حابب تقول بأنه مثلا تحصل أو تأخذ أو حصل شيء حابب تشبه بأنه شيء حصل لك زي شخص آخر فدائما تقول same أو the same وتتبعه بهذا الشيء وبعدها كلمة as ورح تتضح من خلال الأمثلة مثلا حابب أقول هو أخذ نفس الراتب يعني مثلك أو زيك فأقول he gets the same salary he gets يحصل على the same salary as you أو مثلا حابب أقول لك أنا ولدت بنفس اليوم زيك مثلا ولدت يوم الجمعة وأنا أقول لك أنا ولدت في نفس اليوم زيك فأقول أما هذه الحلوة close close to عادة أن تتبع بto فأحيانا من معانيها لما نتكلم عن التشابه بأن معناتها قريب وهنا مش معناتها قريب بالمسافة لا قريب بالتشابه فمثلا ممكن لو في صبورتين متشابهات فتقول this board هذه الصبورة is close قريبة to the other board يعني قريبة لها مش بالمسافة بالتشابه يعني مثلا الألوان زي بعض الحاجات close to لكن معناها الشعب أنه شخص قريب قد يكون قريب لقلبك أو قريب لك في المسافة فمثلا ممكن يقول أحمد is close to my heart قريب لقلبي هنا مش شبيه لقلبي أو مثلا ممكن تقول my house is close my house is close to your house قريب لمنزلك super easy I told you بينما هذا السؤال كان من أحد المتابعات من مصر فتقول ليش الفرق بين what does she look like و what is she like ببساطة شديدة what does أو what do they look like عادة بنسأل عن الشكل فتقول مثلا she is beautiful بينما السؤال الثاني هنا بتسأل عن الشخصية مثلا صادقة محترمة كذابة super easy فتقول مثلا لو قلت لك what is she like فتقول لي she is a big liar أو she is honest صادقة لكن ما تقولش she is beautiful مع السؤال الأول تقول beautiful بينما عندنا عبارات أخرى وظهرت في حلقات سابقة لما نتكلم عن الشاكل حابف تقول مثلا فولوين أسمت نصير بأنه شخص شبيه لشخص آخر بالضبط فتقول like two peas in a pod فمثلا ممكن أقول محمد أين ألي like two peas in a pod محمد ألي فولوين أسمت نصير يعني شكلهم زي بعض قد لا يكون متطابق بس يعني فيه تشابه كبير جدا أو مثلا ممكن تقول إحنا يعني متطابقين عادة هنا يعني نكون بالشكل يعني نحن فولوين أسمت نصير أو مثلا أمي وأمك فولوين أسمت نصير في الشكل فأقول my mom and your mom are like two peas in a pod super easy وفي عبارة أخرى بمعنى عارف لما نقول مثلا الخالي الناطئ صورة تبقي الأصل يعني شبيهة بالعبارة السابقة فعادة نقول ونسبقها عادة بverb to be فنقول the spit an image of أو the spreading image of the spreading image of فمثلا ممكن نقول you are the spreading image of your dad أنت الخالق الناطئ كأنك أبوك أو مثلا ممكن نقول هي الخالق الناطئ كأنها أختها she is the spreading image of her sister إذن عادة نقول the spreading image of وبعدين تذكر الشخص she is the spreading image of her sister وطبعا في استخدام لها ممكن تقول بس the spit of أو ممكن تقول the spit an image of ولكن احفظ الشائع وهو the spreading image of super easy أو ممكن نستخدم look like فأقول لك you look like أحمد you look like أحمد أنت تشبه أحمد أو أنت تشبه أبوك you look like your dad إذن هنا مشتبه مطابق يعني تشبه في تشابه بينكم وإمكانك تستخدم فعل آخر بمعنى يشبه اللي هو resemble resemble فمثلا ممكن تقول I resemble my dad أنا أشبه والدي أما لما حابب تقول بأنه شخص مثلا يشبه شخص آخر ولكن على صغير مثلا لما يكون عندك ابن أو عندك بنت فواحدة تقول لك إنها هذه شبهك ولكنها صغيرة هي بالحجم مش بنفس حجمك بس الشبه شبهك فمثلا ممكن نقول she looks like her mom in miniature هي تشبه she looks like her mom أمها in miniature على الصغير مثل ما يقولون أخواننا المصريين أو مثلا إذا شفت مجسم لمنزل فأنت بتقول هذا يعني شبيه لمنزلي بس على صغير فتقول this design is my house in miniature is my house in miniature هذا التصميم يعني is my house زي مثلا البيت تبعي in miniature على شكل صغير بس يعني نفس التصميم بس اللهم أنه التصميم هذا صغير ولكن تماما زي منزلي موسيقى